بعد بدي التعبئة العام الماضي حصل عمال تكنولوجيا المعلومات الروس على فرصة للتأجيل ثم طورت وزارة الرخمية في روسيا نظاماً معقداً للحصول على ما يسمى بالإعفاء من التعبئة والذي مع ذلك لم ينجح دائماً كما يقول العاملون في مجال تكنولوجيا المعلومات حاولوا أخذ أول مبرمج لدى وصوله إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري رغم صدور قرار بتأجيل التجنيد أمام ذلك فقد كان يقود برنامج تطوير ذات أهمية وطنية لإحدى المؤسسات الحكومية يدرك كل موظف أن التأجيل من التعبئة بخلاف الإعفاء ليس ثابتاً من الناحية القانونية ويتم اتخاذ القرار بشكل فردي لقد ساعدتنا وزارة الرقمية في إنقاذ البنبرمج لكن باقي الموظفين لم يرغبوا في تجربة مصيرهم لكن المتخصصين الروس في مجال تكنولوجيا المعلومات يفكرون الآن في حرمان هذا التأجيل أيضاً الكريملين واثق من أنه يجب تعبئة هؤلاء النهس لخدمة وطنهم هناك بعض المتخصصين الذين يدرجون تحت بند الإعفاء والذين يمكنهم الخدمة في الجيش ولكن ليس بالضرورة في الخطوط الأمامية على سبيل المثال عمال تكنولوجيا المعلومات لماذا نعطيهم رشاشاً عندما يكون من الأسهل إعطائهم فأرة وخلف شاشة الكمبيوتر سيفعلون الكثير لتحقيق النصر يعملون برنامجاً للحماية من فيروسات أو أي شيء آخر يمكنهم الخدمة في القوات الإلكترونية ومع ذلك فإن المتخصصين الروس في مجال تكنولوجيا المعلومات ليسوا في عجلة من أمرهم للقتال ضد أوكرانيا أعلن وزير الرقمية أن 100 ألف متخصص في تكنولوجيا المعلومات غادروا روسيا العام الماضي الخبراء على يقين من أن هذه ضربة خطيرة للاقتصاد أولئك الذين بقيوا كثيراً منهم يعملون في هياكل مؤسسات الدولة أو تأمين طلبات الدولة وهؤلاء هم الوحيدون الذين سيظل لديهم مضيفة وربما بعض المال سيضطر أي شخص آخر إما إلى كسب أقل لأن الشركات ستقلص وظائفها من المرجح أن يغادروا المؤهلين تأهيلاً عالياً أو إذا لم يستطيعوا فسيضطرون اللي عمل في مشاريع الدولة صناعة تكنولوجيا المعلوماتي في روسيا ليست في وضع جيد على الإطلاق فمن الصعب جداً بيع منتجات للتصدير ويخشى الجميع الشراء يسمي الخبراء السبب الرئيسي لعدم عودة المتخصصين في تكنولوجيا المعلوماتي لروسيا هو الخوف من التجنيد للخدمة العسكرية مع الأخذ بالاعتبار حقيقة أنه لا يوجد الآن إعفاء ثائبت قانونياً بل تأجيل في أي لحظة يمكن أن يتحول إلى مجر الذكر كلام إن العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات ليسوا أغبياء أعتقد أنهم جميعاً يفهموا ما تنامان اليوم إنهم قالوا نعم لقد ألغوا اليوم أنت جالس في البلد الموضوع هو ما إذا كان هؤلاء الأشخاص سيؤمنون بأن هذا الإلحغاء حقيقي فالناس الذين ليسوا أغبياء يفهمون إلى أين تتجه بلادهم يحدث ذلك طوال الوقت لقد تحدثوا بحكم الواقع عن نهاية التعبئة كما قال بوتين إلا أن التعبئة بحكم القانون لم تتوقف تتزايد المعلومات التي تفيد بأنهم في روسيا يخططون لإغلاق الحدود أمام رحيل الرجال في سن التجنيد يحتاج الكريملين إلى تجنيد الناس للحرب ضد أوكرانيا يذكر الخبراء أنه بالنسبة لمتخصصية تكنولوجيا المعلومات تماماً مثل جميع روس الآخرين فإن النصيحة المناسبة عند طلقي استدعاء أن لا تذهب إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري بل أفضل أن لا تحمل الاستدعاء بيدك يجري الحديث على الأرجح عن نقص في الكادر بشكل مباشر بما في ذلك الإدارة العسكرية فمن الممكن أنه في المؤسسات ذات الصلة سيوسعون بما في ذلك الأنشطة التخريبية الموجودة في الفضاء الإلكتروني وأنا لا أستبعد بالطبع أن هؤلاء الأشخاص ربما سيستخدمون الكثير منهم في قوات المشاة كذخيرة مذافع كالتي تستخدمها روسيا وسط السجناء